صباح الرضا كيف حالكم ان شاء الله طيبين تعالوا اليوم اعلمكم اول يوم دوامات نحن الحين بعد العيد عقعنا للدوامات خلاص يعني يلا نرتب نومنا من قديد ونصح الفقر من قديد خلاص ما عارف السهر طبعا اول يوم دوام الحمد لله كان الفطور جدا سهل عملت شاهي انا اقيص الشاهي الحليب الكوب الماء اقيصه بالكوب وضفتنهم العقة الصغيرة شاي وسكر حسب الرغبة وخليه تسبك على نار كده وسط لا هي عالية ولا هي كتير واطية لما كده يصبغ تمام تمام ودام بدأوا دوامات قل تعالوا ندوقهم اصحاب الدوام عشار اكيد بيعقبهم العشار لانهم هم حبوا الاشياء اليمنيات خيلوا لما يكون احد من يعني مدر مختلفة ومناطق مختلفة يحبوا كتير يدوقوا وهذا العشار احلى عشار بيدوقوا طبعا لما اعطي احد عشار انا يغسل العلبة تماما عقمة وعقمة بخل لازم امسحه بخل بعدين انشفه تمام بعدين احط العشار عشان ميخربش معاهم يكون تمام هنا خلاص بعد ما تسبك الشاي حطت حليب شاهي وشوية هيل الحليب على الكوب ياخد ملعقتين حليب شاهي او حليب مبخر خلاص هنا شوفوست انا سويت السامولي في اللايف في التوك توك صراحة خاني الطحين الطحين ما كانش او الدقيق ما كانش كتير حلو لكن الصراحة السامولي طلع لذيذ طري وحلو طعمه لكن الطحين ما بكررش اني اشتري مر تانية خلاص غلط شاهي صفيته والان الحمد لله انه طلب مني سندبتش جوبنا وهو حب زبدة الفول السوداني يعني الموضوع ما في باش كشنا وكده لاني الصراحة كنت اشتغل بعين مفتوحة وعين مسكرة مقفلة يعني النوم متلخبط مش مرتبت خير بعد الايجازات تعرفوا كيف طبعا بعد هذا كله يعني عملنا وكده وسوينا قلت خلاص دمه يعني يوم قديد ودوام قديد تعالوا نعمله اطاقة ايجابية فرحت طلعت الصينية القديدة شوفو هده الصينية اخدت بريال كتير حلوة صح هي مثل المعدين كده حطت فيها السندبتش حطت له الشاي وقلت بكتب له كده رسالة صباحية حلوة عشان كده يعني تعطيله دعم دعم من الصباح ممكن انتم تكتبوا مقاضي البيت او اغراض البيت يعني كده خليكم كده اسادات نحن نقول بالعدني طبعا راحوا قبليه خضار الفقر لانه افضل وقت تشتروا فيه الخضار الفقر يعني على الساعة هده على الساعة خمسة كان ونص تقريبا يكون الخضار فرش وطعمه لديد اني احبتين مني احبتين قلت يلا نضوخه اش سويت طعمه حالي كتير حلواني احب اكله بالسندبتش تخلوه احشي بالسندبتش يطلع طعمه لديد مع الجوبنا ممكن تحطوه مع الكورونفليكس طبعا زوجي اكيد اشتعوا الشار جاملي الليمون اشتعوا الشار قمت حططوه في كيس وحططوه في التلاجة لانه مش وقت اني اعملوا الشار بس عشان ميخربش الليمون معاكم حطوه في كيس وحطوه في التلاجة حاولوا انه خلال يومين تستخدموا اذا بتعشروا تعشروا يعني لانه العشار ميطلعش حلو بالليمون القديم ممكن يخرب كمان معاكم فاستعقلوا اذا انتم بتخلوه شوية بالتلاجة اني بحط منه عصير وشوية بعمل منه عشار طبعا الطماطم الطماطم انتم كيف تحفظوها اني اخليها يوم كامل برا بعدين احفظه عشان تقل حموطه اغلفه بكيس وحطه في التلاجة وبعضها اطحنه وفرزنه وكمان بعضها اعمله هو صوص الطماطم او المحروقات اللي استخدمه ازا الكوشنة استخدمه في الطبخ وكتير كتير حلوة موجودة طريقته وهنا غلفت الخيار طبعا الخيار اني يعني اغلفه بده الشكل يطول معايا كتير شيلوا الزهرة ابعدوا الزهرة اللي فيه الصفراء لازم لما اتغلفوا يكون نظيف الخيار حتى مسحوا بمناديل وهو يجلس معاكم كم اسبوع عادي من غير ما يتغير شوفوا عندي هذا الخيار القديم ارميه لما ارميش بس يكون طعمه شوية مش حلو انكم تاكلوا فريش اغطعه زي كده اصابع او دوائر واعمله مخلل الخيار السريع يطلع رهيب ان شاء الله بعملكم منياه بس تخدمه فيه بكرة بنزلكم صفات الشاورمة كتير حلوة موجودة طريقات الشاورمة بس كمان بنزلكم ياه كفلوغ عشان تشوفوا كيف اعمل الشاورمة اللذيذة احطه في قدر واضيف ليه الخل واضيف كمان من الملح انا ربع كوب خل اضفت وملعقة صغيرة ملح وكوب من الماء وخليه كده اغحركه تمام اهم حاجة اني اضف له قطعة من التمر حبة من التمر تمرة واحدة انا احطه بصفاية بس اذا انتم بتحطوها كده عادي حطوها عادي يعني بعين صفو الماء او ممكن تضفوا سكر رشة من السكر بس التمر يعطيها طعم رهيب خلص وخليه تغليه عشر دقائق وشوفوا كيف مخلل خيار والتمر يعطي له طعم حل وبتقول له ده كل شوية تستخدم تمر التمر باللحم وتمر بالمخلل والله انه التمر له فوايط كتيرة يعني مش بس انه يعطيه طعم حل وخلص بعد كده صفيته وحطته في علبة واحط من الصوس امناء تبعه عشان يحفظ ليه واحطه في التلاقة والله طعمه لذيذ وسريع ومنقد هذا احلى مخلل بتقربه وكل ما جلس في التلاقة يطلع طعمه احلى واحلى يعني نحن ما نرمش اي حاجة انتبو ترمو الخيار اعملو منه مخلل مخلل السريع تستخدمو في كتير اشياء فيلي برغر ممكن تعملو مع الفطار تقدمو كده مع عقبان وزيتون حاجة جدا روعة واذا عقبكم الان الفيديو لا تنسوا تشتركوا في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت حلو منكم بالعافية ليولكم